السلام عليكم إذا كنا نريد أن نبينه واحدة عبارة على شكل إذا بإذن كي سي بإذن كي وبدأنا بأننا نفترض أن بإذن كي أولا صحيحة ومن بعد حاولنا نبينه أن كي صحيحة فهذا الشيء الذي قدرناه هو بسميته البرهان المباشر بخوف ديغاكت وقبل أن نريكم مثال هذا البرهان لا تنسوا أخذكم الفلسطين والسودان وفي بقعة كثيرة من العالم التي تعانيه لعولهم وستمر في المقاطعة وكذا تبقى غير انتبوحك بسم الله وعلى بركة الله تعالى مثل هذا البرهان المباشر هو هذا المبرهان إذا كان أوب بعددين صحيحين متتاليين فإن مجموعهما أزئد به وعدد فرضه أول خطوة باش نبرهنه على حاجة بحلاكة كيف ما عد قلنا هي نفترض أن أوب بعددين صحيحين متتاليين ولكن شنو تنعني بعددين صحيحين متتاليين ببساطة نعني بها أن واحد تجي من بعد الآخر بمعنى أن P تتساوي A زائد واحد ده بحنا هنا يبغينا نبينو لأن المجموع A زائد بخص يكون عددا فرضيا وبما أننا عارفين أن P تتساوي A زائد واحد نقدرنا نستغل هذا القاضي ونعوض بP بA زائد واحد وغتولي دنا A زائد B تتساوي A زائد A زائد واحد واللي من بعد ما غتبسط غتولي هي جوج A زائد واحد ده با العدد الزوجي هو العدد الذي يقبل القسمة على جوج بمعنى تستطيع تكتبه على شكل جوج N بحيث أن N عدد صحيح طبيعي وبالتالي فالعدد الفرضي ستكتب على شكل جوج N زائد واحد نظرا لأن أي عدد فرضي يكون زائد بواحد للعدد الزوجي وبالتالي جوج A زائد واحد ديالنا يجب أن تكون فرضية ولحقا الجوج A زائد واحد تتسوي العبارة الأصلية A زائد B فـ A زائد B يجب أن تكون فرضية وهذا الشيء الذي كنا نبغي بينه عندما نرى المنطقة من وراء هذا البرهان أجل نحاول نعبره عليه رياضياتيا لنفترض أن A وبي عددان صحيحان متتاليا هذا يعني أن B تساوي A زائد واحد وبالتالي يمكن كتابة المجموع A زائد B على شكل جوج A زائد واحد والذي حسب التعريف هو عدد فرضي ولذلك A زائد B عدد فرضي دابا كينين ثلاثة ديال الحواج خسرت لهم البال فهد شيء اللي كتبناه أولا هد شيء اللي كتبناه مختصر بالزاف مقارنة مع المنطق الأصلي اللي استعملناه وهذا يعني مني نجي تكتب شيء برهان نشي بالضرورة تكتب كل الخطوة بالتفصيل المميل اللي خاصت تكتب هما الخطوات المهمة الخطوات اللي تتخذنا اللي حل يعني حرفيا ما قل ودل ثانيا لحظة المصالحات اللي استعملناهم لنفترض هذا يعني وبالتالي ولذلك هذه الكلمات هما اللي ستبقى دايما نشوفهم في الغالبية العظمى ديال البراهين لحقاش تعاونوا على تنظيم كيفاش كل الخطوات تتبع لآخرة أخيرا شفتي ذاك المربع اللي كان في اللخر ديال البرهان من غالزات يسميه رأس القبر تومستون واللي هو ذاك الحجرة اللي تتحط على القبر وتكتب فيها المعلومات ديال الميت وبالرغم من هات السمية اللي تتخلع ولكن ما هو إلا رمز تكتبه علماء الرياضيات باش يدل على نهاية البرهان قبل ما يبانوا هات التومستونز لحاجة اللي كنت تتشوفها دايما في اللخر ديال البرهان واللي تقدر تكون دايجا شفتيها قبل هي هات الحروف المتقطعة اللي قدامك باللغات الثلاثة واللي هي بالعربية اختصار لعبارة هو المطلوب وإثباته وبالإنجليزية هي اختصار للجملة اللاتينية وتتعني أيضا هو المطلوب وإثباته وبالنسبة للناس اللي هي دروب الفرنسي هي اختصار وهذا يعني أنك إذا كنت تتقرف كتاب قديم للرياضيات وشفتي هات الحروف للأخر ديال برهان فعرف أنك وصلت إلى الخلاصة أو الاسنتاج اللي كانوا بغين يوصلوا له تبقى المربع الخاوي هو أحسن وهم وهو أكثر من كافي ولكن تقدر تضع أي حاجة عجبتك بلاسو قلب سمايلي وجهة السيسي أو أي حاجة تتعجبك دابشي مرات تتحاول تبرهان على شي عبارة اللي على الشكل ديال الاقتضاء ولكن تتلقى معها مشاكل وما تتعرف منين تبدأها فوحدة من الحوايج اللي تقدر تديرهم هي تستعمل شي عبارة متكافئة منطقيا مع الاقتضاء الأصلي اللي عندك عرفتوا على أي شي تنهضر؟ ماذا هي العبارة اللي دايما متكافئة منطقيا مع الاقتضاء؟ هي عكس ناقد ديالها أو لا؟ اللي كنت خبوزي هدرنا على هذا الشي في هذه الحلقة رجعوا تفرجوا فيها إلا بغيتوا تستفدوا كتر فالشي مرات أنك تبرهان على العكس ناقد ديال العبارة الأصلي اللي عندك تكون أسهل ونعطيكم واحد المثال باش تبليكم كثر لأي عدد صحيح إكس إذا كان إكس مربع عددا فرضيا إذا إكس عدد فرضي إلا حاولت تبين هذه المبرهانة عن طريق البرهان المباشر غا تستقدخل في شي شبوقات وصعي بتخرج منها وبالتالي نحاول نشوف عكس ناقد ديال هذا الشي لأي عدد صحيح إكس إذا كان إكس عددا زوجيا إذا إكس مربع عدد زوجي وهذه البرهان عليها سهل بزاف فكر واحد شوية في كيفاش تقدر توصل لهذه البرهان وتقدر تستعمل نفس تعرف ديال الأعداد الزوجية والفرضية اللي استعملناهم في المثال اللي قبل إذا كان إكس عددا زوجيا فخصو يساوي جوج إن لأي عدد صحيح إن احنا ما عارفينش حال تساوي هاد إن وما عارفينش واش هاد إن عدد زوجي أو فرضي ولكن هاد شي ما تهمش فبغض النظر على شنو تنعرفوه جوج إن خصو يكون ولابد عددا زوجيا وبالتالي إذا رفعنا هاد شي مربع إكس مربع غتولي تساوي ربعة إن مربع ودبا عمل بجوج وغتلقى جوج عامل لي جوج إن مربع دبا بما أن إن عدد صحيح فجوج إن مربع تهو عدد صحيح وكيف ما بغي يكون هاد العدد الصحيح إذا ضربته في جوج غير ولي عدد زوجي وتقدر قاع باش تبل الكثر تحط هاد جوج إن مربع تتساوي واحد المتغير أم وبهذه الطريقة إكس مربع غتكسبها على شكل جوج أم واللي ولد دبا باين وبكل وضوح أنها عدد زوجي وبالتالي إذا كان إكس عدد زوجي فإكس مربع خاصة هو يكون عدد زوجي وهذا يعني أنه إذا كان إكس مربع ماشي عدد زوجي يعني إذا كان عدد فرضي فهذا يعني أن إكس ماشي عدد زوجي كذلك بل غيكون عدد فرضي وبالتالي هاحنا بينا العبارة الأصلية عن طريق استعمال عكس ناقيد الكنترابوزي ديالها أجل نشوف دبل برهان كامل لنفترض أن إكس عدد زوجي هذا يعني أنه يساوي جوج أم لعدد صحيح أم إذن إكس مربع يساوي ربع أم مربع يساوي جوج أم لجوج أم مربع نضع أم تساوي جوج أم مربع وفي هذه الحالة إكس مربع يساوي جوج أم ولذلك يكون إكس مربع عددا زوجيا كذلك هنا يبغي نرد لكم البال لواحد الحاجة شوف أول جملة لنفترض أن إكس عدد زوجي فبلص ما يكون إكس شي عدد زوجي معين حناخذينا أن إكس يقدر يكون أي عدد زوجي كيف ما بغي يكون وهذا هو اللي تخلي البراهن ديال لا تكون قوية لحقاش إلا أعطيت الإكس شي قيمة زوجية معينة وبرهنتي عليها غتكون برهنتي غير على ود عدد واحد فقط وغي يخصي كل مرة تعطيها قيمة زوجية مختلفة وتقدصت برهن عليها ومعمرك ستسالي لحقاش كينين ما لا نهاية دي الأعدد الزوجية ولكن عدم افتراض أي شي آخر حول إكس سوى أنه عدد زوجي قدرنا نبينه أن المبرهنة صحيحة لأي عدد زوجي كيف ما كان فبالتالي من أنت تكون كتكتب البراهين تلقى مثال أو جوج أمثلة أو احتمية مثال ما كافيش أنك تثبت صحة واحد المبرهنة لحقاش يقدر مثال مضاد واحد يضرب لك كل شي في الزيرو لنعتبر هذا الحدثية إذا كان N عددا صحيحا إذن N مربع ناقص N زائد 41 عدد أولي رجع تفرج في هذه الحلقة إلى ما عرفت الفرق ما بين الحدثيات لكونجيكتور والمبرهنات لديو غيم أول واحد لحظة هذه الحدودية الغريبة كان علم الرياضيات والفيزياء السويسري ليونارد أويلر واللي كان واحد من أكثر علماء الرياضيات إنتاجا على مرض تاريخ أويلر لاحظ واحد البلان في شكل في هذه الحدودية إذا عودت N بالأعداد الطبيعية يعني الصحيحة الموجبة ستبدأ بحلها ستنتج لك عدد لا نهائي من الأعداد الأولية مثلا إذا عودنا N بواحد الحدودية ستسوي 41 واللي هو عدد أولي إذا عودنا N بجوج سنخرجه في 43 واللي حتى هو عدد أولي إذا عودنا N بثلاثة سنخرجه في 47 واللي هو عدد أولي 53 61 71 73 83 جاء هدو أعدد أولية وأخيرا لقنا واحد الحدودية اللي غد تنتج لنا غير الأعداد الأولية لا لا ما تفرحش بزاف هاتشي لاش قلت لك رد البل من التعويد بأعداد معينة قبيلات إلا شفت في هذه الحدودية مزيان غايبال لك أنه كان واحد العدد إلا عودته في N غا تضمن أنك غا تلقى عدد مركب غير أولي عرفتي أولا لا العدد 41 نيت فإلا عودنا N بـ 41 غا تولي إدنا 41 مربع ناقص 41 زائد 41 اللي تتساوي 1681 واللي تتساوي 41 في 41 وفي الواقع 41 هو أصغر عدد صحيح موجب اللي تنتج عدد مركب غير أولي في هذه الحدودية غا الأعداد من واحد تل ربعين إلا عودت بهم في N غا يعطوك أعداد أولية ولكن مثال مضاد واحد un contre example ضرب لقاع هاتشي اللي بنتيه في الأحلام ديالك في الزيرو وبالتالي المبرهنة ديالنا غالطة وبالمناسبة الرقم 41 اللي كاين في الحدودية تتسمى عدد أيلر المحظوظ وهو اللي إلا حطته في شي حدودية بحال هذه تخرج لك أعداد أولية من واحد تل عنده يعني تل 41 كيف ما عددنا ذابة وكاينين فقط تستادي الأعداد أيلر المحظوظة واللي هما جوج 3 5 11 17 41 الحلقة غتسالي هنا ما زال حلقة أخيرة حول البراهين إن شاء الله تعالى خليكم على القرص والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة واحدð اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة